فنبدأ هذا المحور بتقرير للزميل أمجد أبو عرفي حول المشهد الميداني على الأراضي السورية المشهد السوري بات في أحداثه المتسارعة على ما يبدو أقرب إلى نهاية أزمته منه إلى بدايتها كما كان عليه الوضع طيلة الفترة الماضية هذا ما حملته أنباء المعارك العنيفة الدائرة في عدة مناطق لاسيما القلمون وريف دمشق والجولان أما في الجولان فلم يعد للجيش النظامي أي تواجد يذكر بعد سيطرة جبهة النصرى وتنظيم داعش على مناطقه حتى بات داعش على خط الهدنة مع إسرائيل لأول مرة وتشتد المعارك بينه وبين جبهة النصرى خصوصا في منطقة القحطانية بريف القنيطرة الحدودية حيث أفاد المرصد السوري بمقتل أكثر من 20 من مسلحي الطرفين أما القلمون التي يسيطر حزب الله على أجزاء كبيرة منها وفي محيطها كالقصير على الحدود مع لبنان فقد أفدت المصادر بمقتل ستة من عناصره في تفجير وعملية استهدفت موكبا له مكونا من أربع سيارات كانت تنقل الإمدادات فيما تدور معارك شرسة في المنطقة بينه وبين جبهة النصرى التي استعادت في الأيام الأخيرة السيطرة على بعض المناطق وفي دمشق وريفها يواجه النظام صعوبات جمة في التحرك مع توسع سيطرات الجماعات المسلحة التابعة للمعارضة على المناطق فيها واقترابها من المؤسسات الرسمية وتهديدها للقصر الجمهوري الذي تحدثت مصادر صحفية غربية عن خروج الأسد وعائلته من القصر خشية استهدافه بصواريخ المعارضة بعد أن بات أكثر من أي وقت مضى في مرماها ورغم التواجد الإيراني المكثف في سوريا إلا أن مجريات الأحداث تشير إلى التعقيد في وجه النظام وحلفائه لكن النظام الذي ما يزال يمتلك التفوق الجوي قصف عدة مناطق أبرزها سوقا شعبيا في محافظة حلب كما يخض معارك على مشاري في إدلب محاولا استعادتها من مسلحي المعارضة إلا أن صورا أظهرت ما قيل إنه هربوا جنود النظام من المعارك في ريفي دمشق وإدلب لتصبح المناطق الغربية والجنوبية السورية في يد الجماعات المسلحة كالمعارضة وجبهة المصر وداعش حيث المعارك بين هذه الجماعات هي الأكبر والأشد في ظل تراجع النظام وجيشه